اهلا بكم وتغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنتكلم فيها مع حضراتكم عن اصابات فيروس كورونا الحقيقة ان احنا بقالنا كذا يوم بنتكلم عن ان في زيادة وتفرف اعداد الاصابات بالفيروس تحديدا في محافظات الصعيد وده وافق الارقام والبيانات الرسمية لوزارة الصحة طيب ايه اللي حصل بالزبط في الصعيد ليه اعداد الاصابات بتزيد للحد ان المستشفيات المخصصة للمصابي كورونا في انا والسوهاج امتلقت بالمصابين طيب ايه هي الاجراءات اللي قامت بيها وزارة الصحة خلال الساعات الماضية علشان يتم السيطرة على الوضع في الصعيد ده اللي انا اعرفه مع حضراتكم خلال تغطيتنا من وقت انتشار فيروس كورونا في مصر وكان معدل الاصابة في اغلب محافظات الصعيد هو الاقل وده فعلا حصل في الموجة الاولى والتانية من الفيروس رغم ان بداية انتشار الفيروس في مصر كانت في محافظة القصر واللي كانت البقرة الاولى ليه لكن طبعا الوضع ده تم احتواءه بسرعة وبقت محافظات الصعيد هي الاقل اصابة بين محافظات الجمهورية لكن من ايام واحنا دلوقتي في الموجة التالتة الوضع ده اتغير تماما واصبحت محافظات الصعيد هي اللي متصدرة الاصابات والكلام تحديدا عن محافظتي سهاج وانا انهم من اكتر المحافظات اللي فيها نسب اصابة طيب قبل ما نتكلم ايه اللي حصل في الصعيد خليني استعرض مع حضرتكم بالاركام ايه كان وضع محافظات الصعيد في الموجة الاولى والتانية ووصل لأيه دلوقتي وفق بيانات وزارة الصحة والسكان في الموجة الاولى والتانية كان في الوقت اللي اتصدرت فيه محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية عداد الاصابات تراجعت محافظات الصعيد يعني كانت نسبة الاصابة في القاهرة حوالي 31.7% وفي الجيزة 9.6% اما في الاسكندرية 8.2% لكن في المقابل هنلاقي مثلا نسب الاصابة في كل من سهاج واسيوت 2.2% وفي اسوان كانت 1.7% وفي انا 1.5% وفي القسر 1.3% كمان سجلت محافظة اسيوت اقل معدل اصابة كان 70 اصابة لكل مليون من السكان لكن المحافظات القادرية كان فيها زيادة مستمرة في عدد الاصابة لكل مليون من السكان ونفس الامر بالنسبة لمحافظات الوجه البحرين طيب الكلام ده يعني فيما يخص الموجة التانية من الفيروس يعني بنتكلم عن شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اللي فات لكن في الموجة التالتة اللي احنا فيها حاليا الاوضاع دي اتغيرت تماما واختلفت زي ما قلنا ارتفعت عدد المصابين بفيروس كورونا في عدة محافظات بالسعيد خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان وده حصل بصفة خاصة في سوهاج وانا واسوان والفيوم وبني سويف وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن المحافظات الاعلى اصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع الموجة التالتة للفيروس وقالت ان محافظة انا والفيوم من اعلى المحافظات اصابة وكمان محافظات الصعيد بشكل عام اللي لحظ ارتفاع الاصابات بها لكن كمان خلال اليومين اللي فاتوا علنت وزارة الصحة تصدر محافظة سوهاج على المحافظات اصابة بفيروس كورونا وكمان قالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي من ايام ان في زيادة طفيفة في اصابات كورونا في محافظات الصعيد بداية من الفيوم تقنى بنسبة زيادة 30% يعني مثلا بالنسبة لمحافظة سوهاج قالت الوزيرة وفقا للمنحنة الوبائي بمحافظة سوهاج ان الموجة التانية للفيروس بالمحافظة اقل شدة من الموجة الاولى في معدل الاصابات ووصل معدل الاصابات في الاسبوع الواحد خلال الموجة الاولى 600 اصابة لكن في الموجة التانية وصل لانتين اصابة في الاسبوع الواحد لكن مع الموجة التالتة الارقام عالية تاني ووصلت لمعدل ربا مية وربا مية وخمسين حالة في الأسبوع الواحد طيب ليه حصل كل ده في محافظات السعيد؟ ليه زادت الإصابات؟ ده رجعته بعض المصادر أنه فيه حالة كبيرة من التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من جانب المواطنين والإصرار على إقامة المناسبات والاحتفالات وصدقات العزاء وكمان تجمعات العائلية والزيارات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت وكمان كان فيه حالة من التزاحم شهدتها بعض المناطق بالمحافظات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع الإصابات كمان قلت مصادر طبية عن أسباب زيادة الإصابات أنه بيتم اللجوء للعيادات الخاصة واتباع بروتوكولات علاجية غير مناسبة مع حالات العزل المنزلي وأيضا تدور الحالات وطلب الرعاية من مستشفيات الوزارة في وقت متأخر وده ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الوفيات طيب كمان فيه نقطة مهمة جدا هي أنه مفيش أقبال في الصعيد على أخذ اللقاحات وأن فيه عزوف من الأهالي في الصعيد لتلقي اللقاح علشان كده وزيرة الصحة نجدة المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة يعني كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا كمان أشارت إلى مضعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة اللي جاية ومد العمل بمراكز اللقاح لتصل إلى عشرة مساءً أيام رمضان الأيام اللي فاتت كان فيه تحرك من جانب وزيرة الصحة علشان تتابع الوضع في محافظات الصعيد وكان آخرها أنها عقدت اجتماع مبارح مع مسؤولي مدريات الصحة ومديري المستشفيات في سوهاج ويوجهت الوزيرة بزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا لـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة وأيضا التوسع في الطاقة الاستيعابية للأسرة لتصبح 1482 سرير داخلي و166 سرير عناية مركزة و58 جهاز تنفس طناعي كمان وجهت بزيادة تنكات الأكسجين الطبي واستوانات الأكسجين خاصة بالمستشفيات اللي بيتواجد بيها عدد كبير من الحالات الحرجة لكن أكدت على توافر مخزون كافي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج كمان كان لها زيارات في محافظة أسوان والأقصر لمتابعة الحالة الصحية وإصابات كورونا في المحافظات كده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا واللي خصصناها مع حضراتكم عن ارتفاع عدد الإصابات في محافظات السعيد شكرا لحضراتكم على المتابعة وانتظرونا دايما في تغطيات جديدة ومتنوعة من تلفزيون ليوم السابع إلى اللقاء